كوكو السلام السينات صحف طرقكم اليوم جبت لكم مصفة 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 عشو البلبل التونسي بمكونات بسيطة ومفاش بزافة لاوازن موجود بزافة جربوا هذه الوصفة على بالي حتى أعجبكم تابعوا مايا باشتعرفوا المقادر وطريقة التهدر لابسا اللولا اللي حنسحقوها في عشو البلبل التونسي نسحقو كمية مكسارات كمية صغيرة مش كمية كبيرة حتى تقدروا تطرقوا اي ناحية مكسارات تحبوا انا اللي ملانجيت وكما تقدروا ديرو كوكا ولا تقدروا ديرو اللوز والادوز نبولا كمية صغيرة مش كمية كبيرة بزافة نرحم نحب ملك نديرو هذيك الكمية بعد مرحيدة ندخل ملفا كبيرة تسكر بودر ندخل ملفا كبيرة نخلط كامل المكونات مع بعض بعد ما خلطناها ملفا كبيرة ندوبوها ونزيدو غير بشوية ونخلطوه ندخل ملح قسمية المبسسة بالزيت كمية ملحة كمية ملحة ندخل ملحة كمية ملحة كمية ملحة نضح المكسارات اضع ملحة كما قلت لكم اي نفس المكسارات لا يقلط لك كمية صغيرة 100 كرام نضيف ديور اي ديور على الدار يكون مدور يكون كبير على المول قطعتهم براقي ندهن بين ورقة ورقة ندهنها بسبدة ضيبة بابين ورقة ورقة موضف كل مول نديرو تلتة ورقية ديور والطابة اللي حت قطعوا به هاد ديور يعني ملاحكو كان يكون كبير على المول اللي حديرو فيه تقدروا تديرو في المول تلحديد مش يشرت يكون هكذا دخلت هكذا يعني دخلها بشكل عشوائي مش لازم يجي حفال حبه كيف يجو يعني تديروهم بشكل عشوائي اللي انا ينكمل هكذا الكمية اللي عندي تدقوني يجو بزفة بنان الوصفات تنسي يديروها في العياد وفي مناسبة لهم تدقوني يجو بزفة بنان وابلكو نحضر بهم حوالكم إدمان انا جربتها وعجبتني قلت نشارك معاكم هاد الوصفة اللي هناك بعد ما عمرتهم كامل جيب كمية على الحشو يعني اتكي ما تحبو ديرهم عمرين تحبو ديرهم شوية قلت لهم كمية مليحة قلت لهم يعني هاد الكمية وبعدها كزين نديرهم في المول نزين نعمرهم يعني باشي حكموا لافهم بتاعهم بارك نكمل ونعمرهم كامل هكا بها الطريقة نديرو نشدو تلت وراقي هدو كتاعة ديور نديرو الحشو وداخل في وسطهم نحكمهم هكذا بيدينا وندخلوهم في المول تعنا تقدروا حتى ديرهم في مول مول كاري ماشي شكلة يعني مدور ماشي لازم هكذا يكون مدور نكمل الواسوقة حقدة الكمية بنفس الطريقة حتى نكمل وقاع الحبات تاعنا هدو متاع عوش البولبول التونسي انا هدو الكمية اللي درت هدو مكسرات تاع مياتين قرام خرجو تلي تمنتاشن استاشن حبه عفوان تاع هدو العوش البولبول التونسي اللي انا كما راهم نحطوهم يطيبو يعني حوالي واحد لخمس دقايق ولا عشر دقايق حتى تشوفو ديورتاعكم صيبو وطابولكم حمارولكم انطفق نحوهم ملفور ونجيبو حسيلة تكون مفردة مشي لازم تكون صغونة وكل كل حبا نديرو لها مرفقة صغيرة تاع سيلة تكون معها مرغة يعني نحسلوها نكملو نحسلوهم كامل كيما راهم ابغي نزينوهم بالنسبة للتزين تقدروا تزينوهم باش عبيدو نسحبها لوسر نسحبها جوز تقدروا تدينو مكسارة هقدم خلطين وتزينوهم فانا اللي انا نسحبها بندق ونسحبها جوز وانتو ما اختياري اختياري هاو الكشكنيات اتحبت ما قدمتهم ستقوني جوزة فبنا تربوا الوصفة واذا اجبتكم خلووا لي في كومنتر وديني مدار يديرها ولا يعرفها خليلي في كومنتر اتقالي اغنقلكم